السيد الرئيس يدخل محراب جامع بني أمية الكبير وتستقبله رابطة مؤذني الجامع بأناشيد المحبة والإيمان لا ما معكن حق أبداً كان لازم تستقبلوا بأنشودة طلع البدر علينا الزلمة جاية من أصر المهاجرين للأموي يعني تعتبر هجرة وكمان مين هجر نص الشعب السوري وبعتهم على بلدان العالم لينشروا الياسمين هاي هجرة ولا مو هجرة يفتوع المدارس هذا الدين الذي جئت به يا سيدي يا رسول الله هو دين القيم فوضعت قيماً ناظمة ضابطة ولم تضع خلافة داعشية ولا إخوانية ولا عثمانية بائدة ولكن خلافة أسدية على منهج الاشتراكية يعني بربك يا عبدالستار ضروري تضحش السياسة بذكرى مولد النبوي احكي لنا عن قيم النبوة كيف طبقناها بسوريا حتى نجاكر العثمانيين والإخوان من قيمك يا سيدي يا رسول الله أولاً وقبل كل شيء الحرية شايف أخلاق الأمن السوري؟ ببلاد بره الشعب هو بيطالب بالحرية أما بالنسبة لأننا نحنا الأمن بيجي بالشعب وبيجي بيسأله بدك حرية؟ وبعد الحرية العدل إذا من ناحية العدل فحدس ولا حرج يعني النظام عادل مع كل اللي ضده المعاملة وحدة لأنه العدل لأساس الملك المساواة رأينا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر كيف أن الأبيض داسها على خد الأسود موتاً موتاً حتى قتله هدول الغرب جماعة عنصريين بتلاقي الأبيض عم يدوس على الأسود عنا ما في عنصرية يعني عنصر الأمن الأبيض بيدوس على المواطن الأبيض الحمد لله كل شي إلى العنصرية البغيطة أما الحوار في قرآن وكان من بدايته حتى نهايته دعوة للحوار مع المخالف لأ نحنا بالحوار ما عنا يمار حميني نحنا منموت بالحوار لا حرفياً عندنا المواطن بموت من الحوار أما المواطنة الأسل أو نحر البلد بالكامل أما الشورى الموافقون يجبع أما بنسبة للمال العام كل هذه القيام التي رأيناها تتمثل اليوم في شخصكم وأسرتكم فأنتم القدوة والمثل بوركت يا سيادة الرئيس فأنت تمتثل عاكس قيم النبي عليه الصلاة والسلام لك أبو جهل بذاته ما جاء بالسكور تبعك بالتناقض اللهم وفق ولي أمر بلادنا الرئيس الدكتور بشار الأسد لما فيه خير البلاد والعباد وقير له في سبيل ذلك بطانة صالحة تدله على الخير لك لا مو قلنا لكم لما تدعوا اختاروا الدعوات الصح يعني ما تدعيله بالبطانة الصالحة لحتى ما نخسر الشباب الطيبة ولا تدعيله بالزوجة الصالحة حتى ما نخسر سيدة الياسمين هلأ من وين بدنا نجيب له بطانة بدل هدول؟ نروح حسوق الإقماش يعني كه 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 أولى الأنام بأحمد مغواره ترنو إليه الدار والديار يحنو على أهل البلاد براحة ولديه كف بالعدى بطار فهم الرسالة عزة وكرامة ومضى على ما خطه المختار فهو الذي لظلامهم قهار وهو الذي لضيائنا بشار القصيدة رائعة بس اسمح لي عدل عليها شوي أولى الأنام بهتلر بشار ترنو إليه جحافل الفجار يحنو على قصف العدو براحة وعلى الشمال قزائف ودمار باع البلاد ببحرها وببرها للروس والإيران بالدولار أعطيها الفليرة رد على جوتك هذول ما بيجيبوا على الكتسيهام اشتركوا في القناة